السلام عليكم ورحمة الله عبدالحق هذه Austin Martin DB11 وهذه Ferrari 488 Piesta وهذه Honda NSX McLaren GT القاسم المشترك بين كل هذه السيارات غير عن أنها قوية وسريعة وغالية هو الجير كلها جير أوتوماتيك أو خليني أقول الكلام بشكل مختلف ولا واحدة من هذه السيارات تقدر تشتريها بجير عادي من فترة أدور على سيارة Porsche 911 وتحديدا 997.2 وكان نفسي بوحدة غير عادي لكن كلما لقيت واحدة لاحظ على أنها أغلى من مثيلاتها الجير الأوتوماتيكي بحوالي 40 أو 50 ألف الجواب عندي وعارفه لكن لما أحاول أفاصل بالسعر يجيني الرد اللي بفكر فيه الجير العادي عدده أقل وهو أمتع بالقيادة ومرغوب لهذا النوع من السيارات بصراحة صح أمتع فكل سيارتي من أول ما حصلت على رخصة قيادة كانت غير عادي إلا دا حين شيبت ميتسو بيشي غالنت لما تخرجت من الثانوية غير عادي السنترا لما كنت في الكلية بأمريكا كانت غير عادي بعدها أخذت ميتسو بيشي ستاريون أيضا غير عادي شروكي 4x4 كانت غير عادي بعدها أخذت لي بريميرا ووصلتها لحوالي 450 حصان أيضا غير عادي وآخرهم كانت السوبارو STI اللي وصلت لحوالي 500 حصان كلها كانت غير عادي لأنها أمتع فإيش حكاية الغير العادي وليش هو قليل في السوق حاليا ومع تسجيل هذه الحلقة أغلب السيارات في المعارض حاليا هي غير أوتوماتيك أو غير CVT أو غير دبل كلتش أيضا أوتوماتيك والغير العادي الله يرحمه كل ماله يختفي أكثر وأكثر ما رح أتكلم عن كيف يشتغل الجير العادي ففي حلقة كاملة تشرح الأمر وطريقة عمله وصيانته ولا عن الجير الأوتوماتيكي أو CVT بحط لكم كل الحلقات تحت في المصادر لكن اللي حابب أقوله أنه حب الناس للجير العادي كان بسبب المتعة في القيادة فهو يحسسك ويشعرك بالطريق لما تسوق السيارة وكان كمان بسبب قلة القطع اللي داخله وقوة تحمله وسهولة صيانته هذا كله كان بأثر على سعر تكلفة التصنيع واللي كان بأثر على سعر السيارة ككل ويرخصها هذه الجيرات ما زالت هي المفضلة ببعض الدول إلى الآن لكن في بعض الدول آخر همهم في أمريكا مثلا في 2019 حوالي 2% فقط من السيارات اللي تباعت في السوق الأمريكي كانت جير عادي والرقم في نزول فالمتعة في نظر الكثيرين ما عادت متعة ويمكن السبب هو زحمة الشوارع والتعب والإرهاق من التعشيق والانتظار الناتج عن هذه الزحمة هذا كله نابع من إقبال وطلب الناس للأمور اللي تسهل حياتهم أكثر زي الآن تبا إسبرسو ما رح تجيب بن وتحسب الكمية لكل فنجان وبعدين تقعد تطحن وناعم وبعدين تضغطه وتسخن موية شغل ممكن ياخد معك حوالي ربع ساعة لكن هيعطيك فنجان رائع أو رح تحط كابسولة جاهزة في مكينة وكم ثانية يكون الإسبرسو جاهز الجير العادي زي ما قلت كان مفضل لأنه كان بإمكانك تختار الجير اللي تحتاجه بالضبط للسيارة إضافة إلا أنه أسرع في التغيير من الجير الأوتوماتيك في ديك الأيام مفيد كان خاصة في السباقات في المنحدرات في الطلوع أما الجير الأوتوماتيكي فكان في السيارات الغالية والفخمة أول ما نزل وكان option أو خيار لكن مع الوقت ومع اهتمام المصنعين تم تحسين الجير الأوتوماتيكي بشكل هائل ويمكن مع الكمبيوترات صارت التعشيقات السريعة جدا بل أسرع من أي إنسان ممكن يعشق جير عادي كمان الجير الأوتوماتيكي صار بالإمكان تثبته بنمر معينة كأنه جير عادي وصار يعيش ويتحمل لفترات طويلة ويتحمل قوة المحركات الجبارة بدليل أنه أغلب السيارات الرياضية صارت تجي بجير أوتوماتيكي هذا التحسن في الجير الأوتوماتيكي صار ملاحظ بالسوق لدرجة أنه الناس ما صارت تطالب بسيارات جير عادي سواء كسيارة عائلية أو كسيارة خاصة فخف الطلب عليه قصد لو في طلب على الجير العادي المصنعين راح يصنعوا منه فالأمر عرضوا طلب قبل 20-25 سنة وفي أغلب الدول عشان تتحصل على رخصة قيادة لازم تكون تعرف تسوق جير عادي واللي بيختبرك يوقف لك السيارة في طلعه ويقول لك يلا امشي لقدام بدون ما تطفع لك السيارة وترجع السيارة لورا الآن هذا مو شرط في أغلب الدول الاختبار ممكن يكون بجير أوتوماتيكي حالين اللي طالبوا بسيارات جير عادي هم زي جماعة اللي يحبوا الإسبريسو بالطريقة التقليدية هم اللي يحبوا يتسابقوا يحبوا يطلعوا البر ويحبوا السيارات الأوروبية والقديمة والنادرة أما الناس اللي تستخدم السيارات كوسيلة مواصلات من البيت للشغل ورجعة ما تعرف البواجي من الشكمان فما هي فارقة معها بل تدور الأسهل والشركات بتسمع لهم فراري قالت أنه بعد 2012 ما رح تصنع سيارة جير عادي مكلارين ولمبورغيني نفس الحكاية ما عندهم حاليا إلا جير أوتوماتيكي BMW كمان في 2016 وفي بعض موديلاتها الأم زي الأم سيكس والأم فايف ما صارت تعمل جير عادي أصلا وزماني غلطان حاليا ما في أي سيارة دفع رباعة تباع في السوق الأمريكي تحديدا بجير عادي كلها أوتوماتيكي يمكن آخر موديل كان على الرام 2500 في 2018 بس بنفس الوقت والإنصاف بعض الشركات لسه بتعمل جير عادي وبشغف لسياراتها لكن في السيارات الرياضية فقط بورش مثلا الكورفيت والموستانج والكمارو والشارجر كلها ممكن تاخدها جير عادي مرة تانية الأمر عرضه طلب لكن لما يصير الأمر مرتبط بقلة قليلة من الناس تدور جير عادي ويصير الأمر مكلف على الشركات الصنعة اللي تعمل جيرين بالكاد واحد منهم يباع الشركات رح تدور مصلحتها وتعمل الأنسب للربح وأكيد حسب طلب السوق هذا السوق اللي بدأ يتجه لمسار جديد بالكامل السيارات الكهربائية فالسيارات الكهربائية واللي صارت شغله تفكير الشركات الصانعة يمين ويسار رح يختفي معها الجير بشكل كامل مو العادي حتى الأوتوماتيكي فهذه السيارات ما فيها جير من الأساس واللي حركها هو مطور كهربائي يعطي عزم كامل وجبار بكل السرعات وبطاقةها للي يحب يعرف كيف تشتغل السيارة الكهربائية وكيف تنتقل الحركة فيها بحط لكم الرابط تحت في المصادر لا تنسى سوي شي طيب في أمان الله